أنتقل أو ممكن أن ننتقل إلى المنقف المصر الذي قلب الطاولة وصولاً لقرار الأمم المتحدة هذا الأمر في السياق إذا تتبعنا الخارطة السياسية مصر دخلت بأكثر من مصار في هذا الاتجاه المصار الإغاثي والإنساني من خلال استنفار كافة مؤسسات الدولة واستنفار كافة مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والبرلمان وكل مؤسسات الدولة المصرية سواء الرسمية أو غير الرسمية أو المجتمع المدني استنفرت لتنقذ أو تقدم يد العون للشعب الفلسطيني وهذا ما لمسناه في حجم المساعدات التي هي تتوقف من معبر رفح وتدخل ما بين الفينة والأخرى القضية الثانية الإتيام بالأمين العام للأمم المتحدة أنتوني قويترش على معبر رفح وهي كانت رسالة ذات مغزى أن مصر المعبر لديها من جانبها مفتوح ولكن الذي قصف ودمر الجانب الفلسطيني هي دولة الاحتلال وسمع أصوات الانفجارات بأذني انطلقت بعد ذلك اللقات التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي لأن في اليومين الأولين ماذا كان؟ كان الرأي العام العالمي جميعوا ضد فلسطين مع إسرائيل ضد الفلسطينين وكأن العالم فقط صحي من سباته العميق ليرى هذا الواقع الذي جرى في يوم 7 أكتوبار ولم يرى على مدار 75 عام ما ارتكبت حكومة الاحتلال ولم يرى ما بعد ذلك كان هناك لابد أن يكون مصارا سياسيا ترجمة نانسي قنقر